مساء الخير جاليتنا العزيزة بسان دياغو أمريكا وكل مكان نعتذر عن التأخير شوية صار عندنا مشكلة بالبرنامج اللي نحول عليه المهمة احنا الصوت واضح الحمد لله فاليوم موضوعنا هو على المقترح مال حزمة النعاش الاقتصاد اللي اليوم هواية صار عليه حشي وصارنا فترة احنا نحشي المواضيع على مسألة منحة النعاش الاقتصاد اللي هاي اللي يسموها نستيميلس هنا أنا فهذا هو رح يكون موضوعنا اليوم ما رح أفوته بكل التفاصيل رح أركز على الموضوعين المهمين اللي هواية يتجين أسئلة عليها ورح نسوي فيديو بعدين خاص كامل بس على التفاصيل الباقية اللي هي بالمقترح نرجع نحتي مرة ثانية نقول انه اللي بس نعدل الصوت شوية ياريت هسا خلال هلكم دقيقة بس انه ياريت انه تسوون شير وشكرا لكل اللي كانوا منتظرين وشوي تأخرت عليهم وأهلا بكم الأخ رياض من تنسي أهلا وسهلا وكلكم نورين أبو جو ما عرف إذا أنتم سوي like للصفحة أو إنهم سوي لها follow هيج رح تلقى الصفحة مباشرة أهلا بكم من أوهايو أوكي فهي الأخبار اللي عندنا بصورة عامة يعني إنه مثل ما نقوله وهذه بس مقترح يعني بعد ما صار قانون رح أحكي بالضبط بالضبط كل اللي اللي موجود نورة شكرا من ماشيغن وأهلا بكم من جورجي همينا أوريغن ومن كل الولايات أوكي بس الآد من ويانا بالصفحة موجود حاليا أوكي إحنا رح نبدي إلى مثل ما تشوفون قدامكم اليوم الثنين سبعة وعشرين بالضبط الوقت مالتنا حاليا بالسبعة وارباطراش دقيقة نأتذر حيل عن التأخير المهم مرة ثانية مساء الخير جاليتنا عزيزة بساندييغا وأمريكا وكل مكان اليوم موضوعنا رح يكون عن المقترح حزمة العاش الاقتصاد وهذا المقترح هو اللي يقدموه الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ اللي هو اسم السنة رح نفوت مباشرة بالتفاصيل بعدين رح نحكي باقي الشغلات بس حتى ما أأخر عليكم المعلومات المهمة المهم اللي صال اليوم اجتمعه مجلس الشيوخ وانطوا مجموعة مقترحات مثل ما حجيت أنا قبل كم يوم قلت أنه يوم الثنين ما رح يقدرون الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ أنه يطلعون مقترح كامل لأن بيناتهم وهواية يعني أنه خلافات على نوع التفاصيل للحزمة فهذا السبب شنو اللي يسووا اليوم اللي يسووا اليوم جوي كل واحد عده مجموعة مقترحات لموهن سوية والحد هسه رسمياً ما موجود بالموقع مع الكونغرس نصاً مقترح مكتوب من الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ الحد هسه هذا المقترح ما مكتوب كتابة رسمية بس اللي صار أنه حجوا رسمياً بالمؤتمر مالتهم الصحفي وحجوا بالمجلس الشيوخ بالبناء نفسها فأنا هاي المعلومات منها كجايبها بس رسمياً الحزب سما قدروا يكملون يحطون نص كامل نص مقترح كامل لحد هذه اللحظة ما نشره بس أقرأ أغلب التفاصيل هي راح تكون عندنا المهم راح نحتي على الموضوعين الأكثر أهمية هو مبلغ الـ 120 دولار وكل تفاصيله ومبلغ الـ unemployment وكل تفاصيله لأنه أنا أعتقد هو هذا أكثر الأسئلة التي تجي عليه بالمناسبة مصادر هذا الفيديو اللي دامتكم إياه حالياً هو من الاجتماع الكامل المجلس الشيوخ اليوم حضرت كلته تفرجته وطلعت تفاصيله هذه واحدة ثانياً التصريح اللي صار وراه ثالثاً المقترحات اللي هم لاميها من هواية جهات بمجلس الشيوخ كل وحدة طلعتها على شون دايح شون طلعت تفاصيلها أكو عدي فيديو راح يكون كامل على كل المقترح أو كل المقترحات بس اليوم راح نحتي بس على الموضوعين المهم هذا المقترح مقدم بس من قبل الجمهورين بمجلس الشيوخ يعني الديمقراطين بمجلس الشيوخ بعدهم ما مناقشي هذه واحدة ثانياً هو بعده مجرد مقترح حتى تصويت بعدهم ممصوتين عليه فهذا الحاجة كلية راح نحتي هو عبارة عن مقترح بس لازم نعرف احنا جديسر بالبلد احنا ادنقى انتخابات جاية وارد نفتهم شنو الشي اللي اكيد صار وشنو الشي اللي بعده المهم المقترح اختصروه هم سموه اللي هو مختصر يعني الصحة عدهم تمويل وعدهم برنامج الحماية وبرنامج مساعدة مالية وليابلتي بروتكشن هاي اللي رادة وحماية لاصحاب البزنس انه واحد يرتفع اليوم قضية وتركيز لاخ على المدارس فهذا المختصر مالتا الهيلز اكت اللي روح يدور هسه بالكونغرس او باي مكان يقرأ الهيل اكت او الهيلز اكت اكو موجودات بس هذا مو المقترح كامل اكو هيل اكت خاص بالعنف المنزلي اكو هيل اكت خاص بالسمول بزنس داخل من ضمن هذه بس نصا كامل ماكو شي اسمه هيلز اكت شون عدنا قبل كان الكيرز اكت اللي وافقوا عليه قبل وعدنا الهيروز اكت المقترح ومالديمقراطينا مجلس النواب هذا اسمه الهيلز اكت اللي هو المقترح من قبل الجمهوري مجلس شيوخ فهو هذا اللي هو اسمه المهم رح نجي نفوت بالتفاصيل حتى ما أدوهكم اللي مقترحيه حاليا الجمهوريين هو مبلغ 1200 دولار لكل شخص بالغ أي شخص فوق 17 سنة عمره 1100 دولار بالنسبة للأطفال 500 دولار نفس المعادلة القديمة اللي يسوهوا هذه حتى الفلوس راتب نفسها ما نزلوا على بسألة راتب 40 ألف بالسنة لا مشوا على الراتب القديم اللي هو كان 75 ألف للنفر الواحد فتقريبا بينقوسيا كل اللي يستلموا ذيك المرة راح يرجعون يستلمون هاي المرة هذه مسألة اللي يستلموا ذيك المرة راح يرجعون يستلمون هاي المرة الشغلة الجديدة بهذا أي شخص مسجل كدبندنت وهو عمره 11 سنة وفوق اللي أهله أو أقاربه مسمجلي دبندنت وياهم حتى لو كان عمره 17 سنة وفوق بدال ما ما يستلم ولا فلوس راح ينطو 500 دولار بس مو 1200 حتى لو كان شخص بارغ فهذا هو يشمل جماعة والتقاعد اللي هما كانوا ضاي فيهم ويشمل طلاب الكليات اللي هما ديك المرة ما حصلوا اللي هما عمرهم بين 17 إلى 24 هالمرة راح ينطوهم بس 500 دولار فهاي المسألة أرجع أعيد هاي النقطة بالذات الناس اللي ديك المرة ما استلموا اللي هما كبار بالعمر من 17 سنة وفوق ما استلموا فلوس لأن أكو أحد يمسجلهم ويا بالتاكس هالمرة راح يستلمون بس ما راح يستلمون مبلغ 1200 دولار كشخص بالغ لا راح يستلمون 500 دولار بس لأن هما مسجليهم كدبندنت فهذه شغلة جديدة النقطة الثانية اللي أردت فهمكم بها من هو اللي راح يستلم المبلغ إذا أنتم مسجلين بتاكسات غيركم اللي راح يستلم المبلغ مو أنتو اللي راح يستلم المبلغ اللي مسجلكم وياه بالتاكس يعني مثلا أب أو أم ابنهم أو بنتهم سجليهم وياهم بالتاكسات فما استلموا ديك المرة هالمرة راح يستلمون 500 كل واحد بس اللي راح يستلم المبلغ مو هما راح تجيهم التاكسات ابنهم أو بنتهم فهذه النقطة كلش مهمة تنتبهولها إذا أنتم سجلين كدبندنت وما استلمتو ديك المرة هالمرة راح تستلمون 500 بس اللي راح يستلم المبلغ هو مو انتو رح ينطوها للشخص اللي مسجلكم وياه بالتاكس فانتو منعد هذا الشخص تاخدوه ما لا علاقة بالفلوس اللي رح يسلمها هو هاي الخمسمية اضافية هي لكم بس ما رح تجي مباشرة لحسابكم فحتروح للحساب اللي يسجلكم وياه بالتاكس هذه نقطة همية النقطة الاخيرة اذا الشخص اللي ضايفكم وياه بالتاكس ما يستحق لي الراتبة كلش عالي فحتى لو انتو اصلا ما عدكم انكم فما رح تستلمون هذه همينا من ضمن المشاكل اللي موجودة انه ابو ام حاليا ما عدوه مراتب بس التقاعد فحالهم حال الباقيين المفروض يستلمون الف ومتين او يستلمون على الاقل خمسمية كا ديبندنت بس الشخص اللي مسجلهم وياه بالتاكس كا ديبندنت اذا هو راتبة كلش عالي ما يستحق الالف ومتين فهذولا اوتوماتيكيا همينا ما رح يستحقون الخمسمية دولار فاللي ابنة او بنت راتبهم كلش عالي ما رح يستحقون الالف ومتين فهم الاب والام نفسهم ما رح يستحقون الخمسمية لان ذاك اصلا ما رح يستلمش شي فهذه هي النقطة اللي هي مع الاسف مو حلوة فهو هذا التفاصيل مسألة الالف ومتين تقريبا كل اللي عرفنا اذا ذكرت شي هسا رح ارجع عليه المشكلة انه هما ما رجعوا قالوا اللي ما استلمو ديك المرة نرجع نمطيهم هذا الشي ما موجود لحده سبت فاصيل هذا القرار ما قالوا انه اللي ما استلم مبلغ ديك المرة رح نشمل هاي المرة حتى يستلم او انه رح نرجع نمطي المبلغ القديم اللي ما استلمه لان ذيك المرة ما كان مؤهل هاي النقطة مموجودة لحده سبت القرار لان اصلا القرار كلما مموجود هذه وحدة النقطة الثانية اللي ما حاطها لحده سا بهذا المقترح مالتهم اللي هيش كم طفل يقدر يستلم احنا مثل ما عرفنا بالمقترحات السابقة انه لحد ثلاث اطفال يستلموا كل واحد خمسمية هذا المقترح بالتفاصيل اللي قيتها من كل مكان الحدثة ما موجود انه كل واحد يشقد كم طفل يقدر يستلم ممكن انه يخلوها مفتوحة اللي عنده خمس اطفال ستة يستلم على كل واحد خمسمية لان الحدثة مو محدد عدد الاطفال هاي بعديا اكيد شوية شوية يحولوه هسا خلصنا من هذا الموضوع رح نحول على مسألة اللي هي الانمبليمنت مثل ما عرفنا صارت مشاكل هواية خلال هاي الفترة على مسألة الانمبليمنت الحد هسا جمهونيين بمجلس الشيوخ معترضين اصلا على مبدأ الانمبليمنت الاضافي اصلا دايقولون ميسر ننطي فلوس صفر لازم ننطي سفر ميسر ننطي اي مبلغ مجموعة تقول لا ننطي 100 دولار الى 120 دولار كلش كافي المهم اللي صار شنوه اتفقوا بالمقترح هذا ما للجمهورين انه حاليا يقللون المبلغ الى 200 دولار اسبوعيا الى نهاية شهر تسعة فاللي كان يستلم 600 من الحكومة الفيدرالية رح يستلم بس 200 من الحكومة الفيدرالية هسا خالي ارجع بس اشرح مسألة وحدة المشكلة السيستم البرنامج اللي يشتغلون علي الولايات على موض يحسبون الراتب اللي هو الـ EDD ما الولاياتكم هذا السيستم كلش قديم وما يستحمل انه فجأة يعيد حسابات المقترح ما للجمهورين حاليا هو نفس المقترح ما الرئيس ترامب انه ينزل الراتب الى 70% ينزل المبلغ الاسبوعي الى 70% من الراتب اللي كان الشخص يستلم قبل ما يخسر الشغل وهاي معادلة هسا فادي شوية رح أسيبلكم اياها هذا هو اللي شوية اتأخرت بها منها الفكرة شنو انه اي شخص كان يستلم مبلغ خلق احول عليها هسا امطيكم مثلا وارجع مثلا اللي كان يشتغل 12 دولار بالساعة فول تايم يعني قبل ما تصير هاي الازمة اللي كان يستلم 12 دولار بالساعة على فول تايم فاسبوعيا كان يستلم 434 دولار كل اسبوع فاذا نزلوها الى 70% من الراتب يعني 70% من هذا فراح يستلم اسبوعيا 310 دولار بدلا من الستمية يعني قبل كم يوم كانوا يستلمون ستمية اسبوعيا هسا رح يرجع راتب الأصلي يقصون من عنده 30% وينطوب بس 310 كل اسبوع امطي مثلا اللي كان يشتغل بارتايم على 12 دولار فهذا اسبوعيا كان يحصل 217 دولار بالاسبوع فاذا نزلنا من عندها 30% حتى يستلم 70% فراح يستلم بس 151 دولار كل اسبوع من الانمطلويمنت بدلا الستمية دولار القديمة هذا هو مقترح الرئيس ترامب ومقترح الجمهوريين المشكلة وين المشكلة اللي هي انه البرنامج لازم يحسب كل واحد قد شاء الراتب يعني قبل ديك المرة كانت 600 ما داخل السيستم نفسه مال انمطلويمنت رغم هذا الحدث سواء ناس مقدمين على انمطلويمنت وما ديطلع لهم شي لان السيستم دائما يشكل عندهم فهسا يريدون انه السيستم ما الانمطلويمنت البرنامج الموقع يجي يحسب كل واحد جقد شاء الراتبة ويطلع من عنده 30% على موضي يصير 70% فيعرفون بان هذا السيستم ما رح ينجح بهاية المسألة فاللي سووه شنوه مبلغ ميتين دولار عدل بدأ الستمية نزلوها الى ميتين دولار كل اسبوع لحد نهاية شهر التاسع بداية شهر العاشر تكون الولايات حاسبة المبالغ ما لكل واحد جقد راتبة حسب هاي المعادلة اللي هس شرحت لكم اياها وبعدين يبدي يستلم بس 70% من راتبة ومو 70% من الستمية دولار لا 70% من راتبة شهر راتبة عالي فرح يستلم مبلغ عالي اذا راتبة قليل فرح يستلم كلش قليل وهذا الى حد 500 دولار من الحكومة الفيدرالية اذا الولاية وصلت للشهر العاشر وطبت بالشهر العاشر وما قدروا يحسبون رواتب كل الناس فرح يستمرون ينطوهم بس 200 دولار انه الولاية اش قدرح تنطي الولاية طبعا عدها حساب مستقل الولاية اش قدر تطراتب اكو ولايات تطون اسبوعيا احنا نعرف 600 دولار هذا كانت الحكومة الفيدرالية تدفع كامل من الحكومة الفيدرالية واكو مبلغ الاخر اللي هو 50 100 200 250 هذا من الولاية فكان المبلغ 600 دولار وشوية مثلا نجيكم كل اسبوع 700 وشوية ليش 600 من الحكومة الفيدرالية و100 وشوية او 200 من الولاية فهس حاليا هاي الميتين دولار من نانا الشهر التاسع هاي من الحكومة الفيدرالية بدأ ال600 نزلوها الى 200 بالاضافة الى اللي رح تستلمو من الولاية الولاية ذات 150 200 300 هذه حسب كل ولاية ولاية رخيصة ولاية غالية كاليفورنيا من اعلى الولايات يضطون تقريبا مبلغ اكثر فهذا رح يستمر بس من نهاية شهر التاسع اللي يصير بعدها يحسبون 70% من الراتب 70% من الراتب هو هذا حسب مفتهمة واني هاي الشغلة مو 100% ده اقول كم متأكد من اده وهذا رح نشرح عليه 70% هي رح تكون كل اللي رح تستلموه من الولاية والحكومة الفدرالية يعني مثلا خلن نقول مثلا اذا واحد كان يستلم بالاسبوع 1000 دولار فالمفروض يستلم 700 دولار بالاسبوع مفروض بالاسبوع 700 دولار بس يستلم فاذا انطت الولاية 200 دولار الحكومة الفدرالية تقول لاني ما انطي 500 تنطي الحكومة الفدرالية اذا واحد راتب مثلا بالاسبوع 500 دولار بس فاذا نزلوا من عدها 70% رح تطلع تقريبا 350 دولار الحكومة الفدرالية تطل 350 دولار والولاية شوف تطل 100 شوف بس الحد هالقد اذا الولاية قالوا انه رح ننطي اكثر مثلا رح يقولون ننطي 300 دولار على كل اسبوع اذا ولاية غالية فالحكومة الفدرالية ما رح تبقى تطل نفس المبلغ اللي هو 70 لا ينطون اقل عالم ودى المبلغ يصير 500 بصورة عامة اول تالي المبلغ ما يريدو يعبر فوق 500 دولار وحسب بعض الولاء هذا يراد لشرح بعض اكثر بس المهم مبدئيا هو هذا مقترح الرئيس ترامب بالنسبة البطالة ومقترح الحزب الجمهوري بمجلس السيوخ اكيد هذا موفد شي نهائي ليش لان الديمقراطين 100% معترضين على هاي المسألة هما اصلا يريدون يستمر ال 600 دولار بس خلي اقول لكم مسألة انه هذا الحتي بصورة عامة هو عبارة عن بداية نقاش هذا مو يعني انه هذا موقفهم 100% هذا الشي هو بداية نقاش هما يريدون ينزلون كلش لان الديمقراطين معلين كلش فلا تساب يريدون يوصلون النقطة وسط يعني انا اللي اتوقع انه حسب الديمقراطين او مجلس النواب رح يريدون ال 1200 دولار تشمل الطفل نفسه مو بس 500 للطفل او يريدون اللي اللي هو الهيروز اكت انه يرجعون اصلا حتى لمست الموذيج المرة يسلموهم 1200 دولار فاعتقد هو هذا النقاش رح يصير خلال هاي الفترة اللي رح نتابع خطوة خطوة هذه وحدة وبالنسبة لل اللي هو اعتقد رح يحاولون يوصلوا لفت نقطة حالي يعني انه 400 دولار او 500 دولار يريدون يتفاهمون بي فهذه عبارة عن بس المقترح مال الجمهوريين وبعدين رح يصير علي نقاش وي الديموقراطيين خلي اجاوب بعض الاسئلة وبعدين ارجع احتي لكم شنو المسألة هذا المقترح شنو اللي موجود بي طبعا بي هواي تفاصيل على مسألة المدارس على هواي تفاصيل بس الآن اللي يريد تسوي شنو انه اركز على هاي المسألة بعدين افوت بديت المسائل في فيديو كامل من فصل مئة بالمئة عن هذا التاكسات اللي هما رح يسوي شنو اللي رح يحسبون نفس التاكسات من 2019 ما رح يمشون على 2020 يحسبون على 2019 اللي عنده طفل انه ولد 2020 فهذا يستلم علي من يقدم تاكسات سنت الجاية اللي صار عنده مولود وراء ما قدم التاكس ممكن يفوت ويضيف على اعتقد على الموقع الارس ممكن بعديا انه يفوت بالتفصيل ابني ضيف على التاكس 2018 وتزوج الدجنسية هم يمشون على تاكسات 2018 او 2019 اذا ما كوا 2017 في رجعون على 2018 في دفعوله بس لازم يعرفون وين يدفعوله فلوس اذا استلم المرة الاولى فراح يستلم المرة الثانية وهالمرة راح تشمل 500 دولار مال الشخص اللي ضي في ك الالف ومائتين اوكي اي ارجع اشرحها حسا حاليا المائتين دولار من يوافقون اذا اوافقوا على المقترح هذا 200 دولار تمشي اسبوعيا لحد نهاية شهر التاسع بداية شهر العاشر يبدون يحسبون 70% من الراتب فمبدئيا 200 دولار وبعد بداية شهر العاشر نحسب 70% فاللي راتبة كان كلش عالي قبل ما يقف من الشغل راح يضرر بمسألة الميتين دولار راح يتأذى بها بس بعد منتج 70% راح يستلم 200 دولار أسبوعيا والولاية تطيهم منفذ 100 وميتين وحيكي يحصل لـ 400 لأن بعدين إذا نزلوا على راتبة ممكن أنه ما يحصل مثلا بس 150 دولار أو 120 دولار أو ميتين بس بس ويسوون ويضيفون أطفالهم ويستلمون عليهم هس أعتقد هم راح يفتحون البرنامج مرة ثانية أوكي خلي أقرأ شوية بعض التعليقات أغلب الولايات 250 أو 300 أي نعم هاي بالإضافة يمكن إلى راح تصير وي 200 200 صحيح إذا ولايات أكو غالية 365 إذا ضيف له 200 فرح يطلع مبلغ زيان بس أكيد هو 600 كان أحسن بالنسبة للإستلام ما نعرف هس راح أحجل الخطة اللي بعدين راح يصير وراها شنو ها شنو الشغلات اللي خلي نقول شنو الشغلات اللي مموجودة هنا الشغلات اللي مموجودة قالوا إنه هم راح يمددون فترة اللي ماكو أبو إجاري قدار يطرد المستأجر المدة شهرين بس بس ماكو برنامج أو خطة واضحة مثل مموجودة بالهيروز أكت مال الديمقراطيين الحدثة هذا الشي مموجود تفاصيله كاملة هذه الشي اللي آخر اللي مموجود الهازرد اللي فلوس الحدثة مموجود بهذا المقترح مال الجمهوريين شنو بعد اللي مموجود أكو هواية تفاصيل خل أشوف إذا أقدر شنو الشغلات اللي هي مموجودة الفودستام زيادة الفودستام مموجودة هذه موجودة بالهيروز أكت مال ديمقراطيين أكو بها إنه يستمر الفودستام بزيادة هذه واحدة ماكو تمويل مساعدات للولاية أو للمدن وتمويل للولايات وتمويل للحكومة المحلية هذا يمكن إحنا نشوف ه مو مهم بس هو هذا من عند اللي هو المدن والولايات دايطون فلوس مساعدة مع الإجارات هذا الحدث ما يقبلون ينطوج مهوريين للولايات المشاكل اللي عندهم حاليا بصورة عام من هواية من الحزب الجمهوري قالوا ما راح نصوت عليه لما عاجبهم أكوناس أصلا يقولون كل شي هواية المقترح اللي هو اللي يشتغل ينطوه 13 دولار بالساعة هو هذا اللي دا حتش عليه اللي هما يسموه هازرد اللي هما استمروا بالشغل وما وقفوا من الشغل أو رجعوا للشغل قبل فترة طويلة ويشتغلون مسائل أساسية فهذولا كان مفروض ينطوهم 13 دولار أكو كان مقترح وهذا موجود بالهيروز أكت مال ديمقراطيين بهذا الهيلز أكت مال الجمهوريين مموجود أنه يضيفون للشخص اللي كان يشتغل مموجود أنه ينطوه فلوس اللي دخله لأمريكا بـ 2020 ما راح يقدرون بس ممكن ما أدري يسأله جماعة التاكس ممكن أنه بسنة جاية من يقدمون تاكس بس هو أعتقد الحاج يكله على شهر الواحد 2020 اللي يرجع بارتايم يعني حسب راتبة ممكن يقدم على البطالة أنا شغلة البطالة ما أعرف صراحة الأنمبليمنت مبلغ الألف ومتيين للقديم ولا الجديد علي تاكس ما يأخذ من عند تاكس بس مبلغ شرحناها قبل فترة يستلم لازم يدفع تاكس على الفلوس اللي أخذها اللي يشتغل وراتبة أقل من مبلغ معين أعتقد تسعين ألف أو شنون مبلغ القديم اللي حتش هنا وهي كل ترح تفاصيل بس اللي يستلم المرة الأخيرة ألف ومتيين راح يستلم هاي المرة مسألة السمول بزنس هاد راح أخليها بالفيديو اللاخ أشرح تفاصيل هل هواية مسائل خاصة بالعمل حماية المستجر موجود عليها أخبار اللقاح محمد عداي ما كو شي لحد السجديد كل اللي دايش يسمون شركة أعتقد موديرنا راح يجربون اللقاح هنا بسان ديوغو بس المسألة راح تطول يعني كل مدي يقولون من نهاية السنة جماعة الأوبر ذولا مستمرين حاليا ما كو عليهم اختلاف مسألة مبلغ الألف ومئتيين دولار بعد أكو خطوات لازم يصير يلا يبدون يوافقون إنه شك تدفعوها هس راح نحجي بعدين على الخطوة اللي شون راح يمشون بها الناس على مود تبدأ تدفع بالنسبة الكاليفورني إذا 200 دولار حسب راتب الشخص كاليفورني أعتقد تدفع أكثر مبلغ خاص من الولاية فإذا يجمع الولاية والحكومة الفيدرالية راح طلع لهم خوش مبلغ لأن أصلا مستوى المعيشة بكاليفورني غالي خاصة النجار أوكي خلي نشوف اللي إجاء سنة مولود بـ 2020 هذا هس ماين حسب ما راح يستلمون فلوس هس راح يستلمون فلوس من يقدمون على التاكس السنة الجاية اللي داخلين لأمريكا حاليا بـ 2020 ما راح ينحسبون أعتقد مني قد منتاكس راح يعرفون هذا الشي مني قد منتاكس سنة الجاية جماعة أوبروليفت راح يستمر يعني يبقون يستلمون هذا الشي قبل ما كانوا مشمولين بس نشمل فهذا هو راح يستمرون بها رامي شلون أخبارك موجود الحد هس بالمسألة كليدها الـ 1200 مثل ما قلنا ما يندفع عليها تاكس اللي ستلموا ديش المرة الجماعة الأس أس هاي وغيرهم فما كوا داعي عرفوا شو الأسئلة تتكرر لو الجماعة دا يعيدون الحد كليدها أوكي راح نكمل احنا بال اللي مدافع تاكس على مسألة ف مني يقدم تاكسات راح يحسبون شقد لازم يتفحها يعني هو أول تالي اللي اللي مدافع تاكسات من ديش تلم 600 أسبوعيا ويا المبلغ مالولاية فبنهاية السنة راح يعتبروك كأنه هو دا يشتغل يستلم راتب فرح ياخذون من عنده نسبة إذا عنده أطفال وعنده ديبندنت هواء فرح يقللون التاكس اللي ياخذون منه بس أول تالي هو المبلغ عالية تاكس هالمرة طلاب الكليات همين راح يشملون بمبلغ الألف مو ألف ميت ين على الأكثر راح يشملوهم بالخمسمائة دولار اللي ما استلم دي المرة راح يستلم خمسمائة دولار حسب الحدي إذا اللي تحت سن 17 دولار راح يستلم 500 واثنين فوق سن 17 همين 500 إذا استلموا دي المرة فرح يستلمون نفس المبلغ اللي يستلموه إذا كلهم مستلمين أعتقد اللي جود 17 أكيد يستلم 500 ذي المرة أما الباقين اللي فوق 17 سن إذا مستلموا ذي المرة فهل مرة كل واحد راح يستلم بس 500 الأشخاص اللي هم راح يستلمون بس 500 دولار هذا حسب المقترح هذا مال جمهورين بس مقترح بعدهم مو مو شي أصلا قانون التاكسات 2019 بدون موافقة ما ما عرف شن السؤال بس إذا ما كوا 2019 راح يسبون على 2018 2018 بالمسألة شهر العاشر شهر العاشر من راح توصلون شهر العاشر راح يبدون يحسبون شقد شهر راتب كم قبل ما تبطلون من الشغل يقصون من 30% ويبدون ينطوكم على قد الباقي وهاي المعادلة اللي حسبناها قبل شوية اللي كان اشتغل 11 دولار بالساعة فول تايم يستلم كان اسبوعيا قبل ما يبطل من الشغل قبل كورونا كان يستلم 434 دولار اسبوعيا فإذا نزلوا من عند هذا سووا بس 70% من هذا المبلغ ال434 فرح يستلم اسبوعيا بس 310 دولار والولاية تطي مبلغ رح يصير 500 دولار هو هذا اعتقد اعلى شي ممكن يستلم اللي كان يشتغل ميتين 11 دولار بالساعة بالاسبوع كان يحصل اذا 12 دولار بالساعة فرح ينزلون من عند 30% بحتى المبلغ يصير 70% رح يستلم 151 دولار الولاية اذا تطيت 100 دولار 200 دولار 300 دولار رح تمضع فوق هذا المبلغ اعتقد هما حاطين اعلى حد 700 500 هاي اللي راتب هم كلش عالي اللي كان يستلم مثلا بالاسبوع 1 دولار او 2000 او 3 حسب يعني اللي عندهم رواتب فهذول اعتقد حاطين هم حد 700 او 500 هسا لازم اطلع المعلومة اي هسا احنا رح نحتي بالنسبة للقروض هاي كل رح يكون عدي فيديو كامل عليها المعاملة صراحة ما اعرف اي هسا انا رح احتي بالتفاصيل حتى انه البرنامج حتى انه بعدين اكمل لكم ابدي بالمسألة التفاصيل للغ اوكي هسا الخطوات التالية هسا قلنا هذا هو بس مقترح من الحزب الجمهوري اللي هو مسيطرة على مجلس شيوخ الحد هسا مثل ما قلت انا ذاك الاسبوع قلت لكم انا ما اتوقع الثنين يكون اكو مقترح كامل مكتوب حتي اتلكم اياها لان انا اعرف الكونغرس شون يشتغل اكو عدة سيستم فحتى لو هما حتش اعلاميا قال رح هنسوه هتو الثنين عدنا كل شي جاهز بس هو اذا حتش بس اعلامي السيستم ما للكونغرس انا فاهمه فاللي سووه شنوه اللي سووه اليوم جابه كل واحد عده فد مقترح فد مجموعة مجموعة وانطوها المقترحات يعني بين قوسيا نفسخ كل واحد حتش مسألة وقال وهاي الهوس كل احنا مسميها الهيلز اكت يا بوان اكو عدكم شي مكتوب لا ما اكو شي مكتوب وين نلقى التفاصيل بعدين ننزل لكم اياها رسميا لازم هي تنزل على الموقع ما للكونغرس ولازم يناقشوها بعدين يلا تصير التفاصيل حدث ما عدنا الهيلز اكت وذاقرات الهيلز اكت موجود اي شي قبل الساعة خمسة العصر فهذا تابع الغير مشاريع مو هذا الهيلز اكت اللي دي نحتي عليه اللي رح يصير شنو رح يصير اولا لازم يوفرون النص مع المقترح كامل مو تفسيخ من مقترحات مختلفة لازم يحطون مقترح كامل اسمه هيلز اكت بتاريخ اليوم وبي كل هاي تفاصيل بالتفاصيل الممل شون شن تشرح لكم الكيرز اكت والهيروز اكت لازم يحطونا هيت شي على مو دنعرف شنو التفاصيل الكاملة مالتا حتى باقي العضاء ما للكونغرس اللي هما مجلس الشيوخ لازم يقرو الباقين يقرو بعدين يناقشوا الجمهورين والديموقراطين المجلس الشيوخ يقرو يناقشوا وبعدين يصوتون عليه اذا تمت الموافقة يتحول الى مجلس النواب فهاي العملية كلها بعض شر رح تبدي انه يحطو بالجدول مع المجلس الشيوخ بالسنة ويقرو وبعدين يصوتون عليه بمجلس الشيوخ السنة وراها من يتوافق عليه يتحول الى مجلس النواب مجلس النواب يش رح يسوي رح يناقشوا يقرو اول مرة كقراءة اولية ويناقشوا ويحطون ويالجي مهورين اللي موجودين بمجلس النواب ممكن يزيدون المبلغ ممكن يشيلون شغلات ممكن يضيفون شغلات وراها يحاولوا اذا وافقوا عليه يحاولوا الرئيس ترامب الرئيس ترامب رح يقرأ يعني ما يعدل به يقترح تعديل او يرفض او يوافق عليها الحدث احنا ما نعرف موقف الرئيس ترامب خاصة بعد انه هم شغلتين الحزب الجمهوري هملها خاصة بالرئيس ترامب المسألة الاولى اللي هو اراد اللي هو التاكس التاكس كات اللي هو الناس ما تدفع تاكس على الشكات اللي دايست الموها الجمهوري نهائيا ما حطوه بالمقترح مالتهم فبعد الحدث سنعرف شنو ردت فعله اذا الحزب مالت نفسه همل هاي الخطوة اللي هو من البداية كان يقول اي مقترح يجيني ما موجود بهاي السالف رح ارفضه فخلي نشوف ردت فعله خاصة اذا المسألة جاي من الحزب مالت نفسه الحزب الجمهوري هذه واحدة السالفة الثانية انه هو قال الفلوس اللي رح تجي للناس اللي هي مال الف ومتيان قال الآن رح امطي اكبر من هذا المبلغ يعني واعد الشعب الامريكي انه رح يكون المبلغ اكبر بهواية من المقترح مال الديمقراطين اللي يخترحوا انه الف ومتيان دولار للشخص البالغ الف ومتيان دولار للاطفال الف ومتيان دولار للناس اللي مشملتهم الفلوس ديك المرة اللي انشان مسجلين كا ديبندنت حاليا دي نشوف انه المقترح هذا ما الجمهورين اصلا اقل من الديمقراطين فانه الرئيس رمشور عايقون ردة فعله ودي يشوف انه الجمهورين نفسهم اصلا ما احترموا الكلمة مالته ولا بتوشه اللي وعد بالشعب فما نعرف الحدث ردة فعله ممكن انه يعترض على هاي المسألة ويقول لها انا اريد اكثر حتى من الديمقراطين فان شاء الله انه يكون هيد شغلة بس مسألة فكرة سبعين بالمية هي هاي فكرة البيت لبيض يعني تقريبا هو الرئيس ترامب والمساعدين مالته اللي هي تقليل الانمبلويمنت الى سبعين بالمية فراح نشوف المسألة شنو هي بالمناسبة ليش اكو اختلاف بين الحزب الجمهوري حتى ويا الرئيس ترامب المسألة انه اكون انتخاباته كل واحد كل عضو بالمجلس شيوخ يريد يبين بان هو خايف على المبلغ ما الحكومة خايف على فلوس الحكومة ما يريد يخسر الحكومة ما يريد انه يمطي ديان اكثر بعد للحكومة فالكل داي ردي يبين نفسه بان هو احسن من اللاخ واكو فيديوهات اذا تريدون تشوفوها كل واحد قاعد داي صايح احنا شنو نصر فلوس على اساس نشيل ديان احنا الناس خلي تعيش خل تطلع تشتغل فاكو اختلافات بين الحزب الجمهوري لان اكو انتخابات فكل واحد داي ردي يبين نفسه انه هو احسن من اللاخ هو خايف على الحكومة اكثر من الباقين فهاي المسألة اللي موجودة المهم ان شاء الله اكو تغييرات جديدة انا كل اللي يهمني حاليا هو النقاشات انه شو رح يقروه ويصوتون عليه بمجلس شيوخ هالايام ان شاء الله وهمني كلش ردة فعل الرئيس ترامب اللي هو واعد انه المبلغ يكون اكثر من اللي اقترحه الديمقراطين رح نشوف شون المسألة بالايام الجاية واكيد خطوة بخطوة رح افهمكم التفاصيل اعتقد يعني هاي الطريقة ما شرح مالتي كانت كلش واضحة حاولت وش قد ما اقدر انه ابسط الكلام بدل ما احتيلكم ياه كأنه حاتش رسمي او بس ترجمة حاولت انه اني استوعبه وارجع احشرحلكم ياه بامثلة فان شاء الله رح يكون هذا ان شاء الله ما رح يطلع هذا الشي اللي دا نحتي عليه ان شاء الله يطلع احسن ورح يكون هو نقطة وصل بين الجمهوريين هذا المقترح اللي كلش قليل وبين المقترح ما لديمقراطيين اللي كلش هواي وهم الحزبيا على غلط صراحة بها المسألة ديمقراطيين من اقترحه والهيروز اكت حطوا بيه شغلات اصلا ما لها علاقة بفيروس كورونا لها علاقة بس كلش بعيدة من ضمنها وشنو انه مساعدة لجماعة الحشيشة شون يزرعون حشيشة او شون يبيعون حشيشة لان لازم انه المصارف تسبح لهم يبيعون حشيشة يعني شغلات ما عارف شلونها وبنفس الوقت يعني يدرون انه رح يغفض هذا المقترح احنا خايفين على فلوس الحكومة اللي تخلص واصلا خلصانة الفلوس الحكومة اول تالي هم اصلا عايشين بعجز بس اللي ابو الخزانة ديقلهم اخذوا فلوس اللي ديطبع فلوس ديقلهم اخذوا فلوس بس هم يقول لك احنا مريد واجلوا المسألة من شهر الثالث او شهر رابع من بدأ وافق انطول كيرز اكت الحادث الناس تأثرت هواية وهس انقطعة خلصت الفترة مع الحماية الاجارات والحادثة ذول الجمهورين بعدهم قاعدين والله احنا مستعجلين فالحزبين على غلط ماكو حزب احسن من حزب احنا يهمنا الصافي انه نشوف شون المسألة ان شاء الله انه هاي الازمة تخلص الكورونا يخلص يلقون شيء الى علاج الكل اللي تحب ترجع للشغل ادري هواي ناس ضايجين ويعني انه هواي ناس لعبانا نفسها من انه شغلة الـ 1200 شغلة الـ EDD شغلة انه اصلا قاعدين من الشغل حتى له اقل ناس مستعدة ترجع للشغل حتى له المبلغ اقل لان روح اطقت يعني فان شاء الله الامور الصير زينة احنا رح نحاول انه خطوة خطوة نفهمكم المسألة وهذا كل اللي عندي اليوم بس احب اقولكم بان هذا الفيديو هو مو نصيحة قانونية ولا نصيحة اي من اي نوع هذا الفيديو بس دا افهمكم بيش دا يصير بس هذا مو يعني انه بتاخذون الحكاية بين الحكاية صارت هي شو احنا كل الحكاية نقول علي مقترحات الشغلة الاخيرة اللي هي اطلبها منكم انه اللي بعده ما مساوي لايك للصفحة مالتنا اه فيا ريت تسوون لايك صفحتنا اخبار الجالية بسان دياغو اه فاذا تريدون دوسوا لايك هنا اه اللي مسوي فولو همين ممكن يدوس لايك حتى تيجي الفيديوهات مباشرة وعدنا صفحتنا على اليوتيوب اللي هي امريكا بالعربي همين ننزل بها تقريبا نفس المواضيع امريكا بالعربي الفين وعشرين فيا ريت اذا تريدون انه تابعونا على الصفحتين واشكركم جدا وكانوا ياكم محمد طعمة شكرا